أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4397 إصابة جديدة بكورونا فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور عبدالله السند قال إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في إقسام العناية المركزة بلغ 15 حالة ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد 19 إلى 162 ترجمة نانسي قنقر